السلام عليكم وأهلا بكم أعزائي الطلاب في درسنا لهذا اليوم من الوحدة الأولى الأرض من حولي أهمية خطوط الطول ودوائر العرض الجزء الثاني أولا الأهداف حيث يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن أولا أن يذكر النطاقات الزمنية الرئيسة في العالم ثانيا أن يوضح خطوات تعيين الزمن في مكان ما عزيزي الطالب تدور الأرض دورة كاملة حول نفسها أمام الشمس كل 24 ساعة مما يؤدي لحدوث الليل والنهار وهذا يؤدي إلى اختلاف الزمن من مكان إلى مكان آخر فكيف يتم تعيين الزمن في منطقة ما هذا ما سنتعرف عليه في درسنا لهذا اليوم والآن عزيزي الطالب لنبدأ بالهدف الأول أن يذكر النطاقات الزمنية الرئيسة في العالم عزيزي الطالب تدور الأرض دورة كاملة حول نفسها أمام الشمس كل 24 ساعة ولقد قسم العلماء سطح الأرض إلى 360 خط طول وبذلك فإن الأرض تقطع في الساعة الواحدة 15 خط طول وهي ناتج قسمة 360 تقسيم 24 وبذلك يكون عدد النطاقات الزمنية 24 نطاقا زمنيا حيث يستغرق كل خط طول أمام الشمس 4 دقائق والآن عزيزي الطالب لقد تحدثنا أن عدد النطاقات الزمنية 24 نطاقا زمنيا ولكن ماذا نعني بذلك؟ عزيزي الطالب أضف لمعلوماتك المنطقة الزمنية هي المقطع من سطح الأرض الذي يطبق فيه توقيت واحد والمناطق الزمنية تقسم طوليا على الكرة الأرضية من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي أي أن جميع الدول والمناطق في هذه المنطقة الزمنية تتبع نفس التوقيت عزيزي الطالب أضف لمعلوماتك أيضا خط التاريخ الدولي هو خط طول 180 شرقا وغربا في منتصف المحيط الهادي ويشهد هذا الخط مولد كل يوم جديد يمر على العالم عند منتصف الليل أي تبدأ بداية كل يوم من هذا الخط عزيز الطالب أجب على السؤال التالي عدد النطاقات الزمنية في العالم أحسنت 24 نطاقا زمنيا والآن عزيز الطالب لننتقل إلى الهدف الثاني أن يوضح خطوات تعيين الزمن في مكان ما عزيز الطالب ما هي خطوات تعيين الزمن في مكان ما أولا أحسنت احسب الفرق في خطوط الطول بين المكان الذي تريد معرفة زمنه وأي خط آخر زمنه معروف ثانيا ممتاز حول هذه الخطوط إلى دقائق ثم إلى ساعات ثالثا أحسنت أضف الدقائق أو الساعات إذا كان المكان واقعا في شرق المكان المعروف زمنه وأنقصها منه إذا كان واقعا في الغرب أي أن المناطق الواقعة في الشرق الوقت فيها متقدما عن المناطق الواقعة في الغرب والآن عزيز الطالب هيا بنا لنقوم بحل المثال الأول لكي نتعلم من خلاله تعيين الزمن في منطقة ما عزيز الطالب إذا كانت الساعة الثانية عشر ظهرا في مدينة الدوحة الواقع على خط طول واحد وخمسون شرقا فكم تكون الساعة في مدينة دمشق الواقع على خط طول ستة وثلاثون شرقا أولا أحسب فرق خطوط الطول بين المدينتين واحد وخمسون ناقص ستة وثلاثون ويساوي خمسة عشر خطا ثانيا فرق الزمن بين المدينتين وذلك من خلال تحويل خطوط الطول إلى دقائق خمسة عشر ضرب أربعة وهو الوقت الذي يحتاجه كل خط طول أمام الشمس ويساوي ستون دقيقة أي ساعة واحدة ثالثا مدينة دمشق تقع إلى الغرب من مدينة الدوحة لذلك يكون زمنها متأخرا عن زمن الدوحة إذن الزمن في دمشق الثاني عشر ظهرا وهو الوقت في مدينة الدوحة ناقص ساعة ويساوي الساعة الحادي عشر صباحا في مدينة دمشق والآن عزيز الطالب افتح الكتاب صفحة أربعة عشر ثم أجب على السؤال التالي لماذا تسبق المناطق الشرقية المناطق الغربية في الوقت أحسنت لأن الأرض تدور حول نفسها أمام الشمس من الغرب إلى الشرق فتشرق الشمس على الجهات الشرقية أولا لذلك يكون الوقت فيها متقدما والآن عزيز الطالب افتح الكتاب صفحة رقم خمسة عشر ثم أجب على المثال التالي عزيز الطالب أوجد الزمن في مدينة الكويت التي تقع على خط طول ثمانية وأربعون شرقا إذا كانت الساعة في مدينة القاهرة الحادي عشر صباحا وهي تقع على خط طول واحد وثلاثون شرقا أولا احسب فرق خطوط الطول بين المدينتين تمانية وأربعون ناقص واحد وثلاثون ويساوي سبعة عشر خطا ثانيا فرق الزمن بين المدينتين يساوي سبعة عشر خطا ضرب أربعة وهو الوقت الذي يحتاجه كل خط طول أمام الشمس ويساوي ثمانية وستون دقيقة أي ساعة وثمان دقائق ثالثا مدينة الكويت تقع إلى الشرق من مدينة القاهرة لذلك يكون زمنها متقدما عن زمن القاهرة وبالتالي فإن الزمن في مدينة الكويت يساوي الحادي عشر صباحا زائد ساعة وثمان دقائق ويساوي الساعة الثاني عشر ظهرا وثمان دقائق الوقت في مدينة الكويت والآن عزيز الطالب أجب على السؤال التالي وضع خطوات تعيين الزمن في مكان ما أولا أحسنت احسب الفرق في خطوط الطول بين المكان الذي تريد معرفة زمنه وأي خط آخر زمنه معروف ثانيا ممتاز حول هذه الخطوط إلى دقائق ثم إلى ساعات ثالثا أحسنت أضف الدقائق أو الساعات إذا كان المكان واقعا في شرق المكان المعروف زمنه وأنقصها إذا كان واقعا في الغرب عزيز الطالب تحدثنا في درسنا لهذا اليوم عن النطاقات الزمنية الرئيسة في العالم من خلال المعلومات التالية تدور الأرض حول نفسها دورة كاملة أمام الشمس كل 24 ساعة وأن عدد خطوط الطول 360 خطا وتقطع الأرض في الساعة الواحدة 15 خط طول وهي ناتج تقسيم 360 تقسيم 24 وأن عدد النطاقات الزمنية 24 نطاقا زمنية كما تحدثنا أيضا عن خطوات تعيين الزمن في مكان ما وهي أولا احسب الفرق في خطوط الطول بين المكان الذي تريد معرفة زمنه وأي خط آخر زمنه معروف ثانيا حول هذه الخطوط إلى دقائق ثم إلى ساعات ثالثا أضف الدقائق أو الساعات إذا كان المكان واقعا في شرق المكان المعروف زمنه وأنقصها وأنقصها إذا كان واقعا في الغرب والآن عزيز الطالب افتح الكتاب صفحة رقم ثمانية عشر ثم أجب على السؤال التالي عزيز الطالب حول خطوط الطول التالية إلى دقائق أولا خمسة عشر خط طول تساوي أحسنت خمسة عشر ضرب أربعة وهو الوقت الذي يحتاجه كل خط طول أمام الشمس يساوي ستون دقيقة أي ساعة واحدة ثانيا خمسة وأربعون خط طول تساوي ممتاز خمسة وأربعون ضرب أربعة ويساوي مئة وثمانون دقيقة أي ثلاث ساعة أعزاء الطلاب من خلال تطبيق ماكروسوفت تيمز عليكم الرجوع إلى معلم الصف لمناقشة الدرس والإجابة على جميع استفساراتكم وبذلك أعزاء الطلاب يكون قد انتهى درسنا لهذا اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته